توجيه تقول التوجيه في من يتساهل في شراء الأضحية و قد يكون عنده ملأة مالية و من يسر الحال الأضحية سنة مؤكدة و ليست واجبة على القول الراجح فمن كان عنده قدرة على الأضحية ينبغي أن يضحي لأن الأضحية عمل صالح عظيم و إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام أبو الأنبياء أمر أن يذبح ابنه فلذة كبده الذي أتاه على كبر أتاه بعدما جاوز الثمانين عاما تصور إنسان ما نزق بذرية وتجاوز الثمانين عاما و أتاه ابن على كبر و بلغ هذا الابن أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده بلغ معه السائي و هذا الابن ليس عاديا ابن صالح بار و لذلك انظر إلى جوابه لما قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بماذا أجاب أجاب جواب عظيم قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوا إن شاء الله من الصابرين و مع ذلك استسلم إبراهيم و إسماعيل لأمر الله عز وجل فلما أسلم يعني استسلم و تله للجمين عزم عزما أكيد رفع السكين و ناديناه أي أبراهيم قد صدقته رؤيا ففدأه الله و تعالى بذبح عظيم و بكبش عظيم من الجنة فكانت سنة من بعده فأبراهيم الخلي عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه فما تردد فكيف بالإنسان بالمسلم يبخل في ذبح أضحية شات واحدة في السنة خاصة ميسور الحال فينبغي للمسلم أن يبادر لذبح الأضحية فإنها من أجل و أفضل أعمال الصالحة بل قال الإمام تيمير رحمه الله قال أفضل العبادات المالية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح و النحر و أفضل العبادات البدنية الصلاح و لهذا جمع الله بينهما فقال فصل لربك و انحر و قال قل إن صلاة و نسك يعني ذبيحتي و محيا و أمات الله رب العالمين فالتقرب إلى الله عز وجل بالذبح من أجل و أفضل الأعمال و ثم أيضا ذبح الأضحية يدخل في تعظيم شعائر الله لأنه شعيرة و الله تعالى يقول ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فعلى المسلم أن يحرص على تطبيق هذه الشعيرة و أن يبادر لذبح الأضحية عن نفسه و يشرك معه من شاء من أهله و أقاربه في الثوام فإنها عمل صالح عظيم خاصة ميسور الحال ميسور الحال يعني ينبغي أن لا يفوت على نفسه هذه الفرصة و لذلك قال العلماء إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن الغرض من أضحية ليس هو اللحم كما قال الله تعالى لينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التقوى منكم و بعض الناس يقول الناس عندهم لحم و ليس بحاجة لحم هذا بناء على فهمه القاصر و هو أن المقصود من أضحية اللحم ليس المقصود من أضحية اللحم المقصود أمر أعظم من ذلك و هو تعظيم شعائر الله عز وجل و ذكر اسم الله تعالى عند الذبح لينال الله لحومه و لا دماؤها و لكن يناله التقوى منكم و لهذا قال سبحانه و لكل أمة جعلنا منسكا كل أمة من الأمم جميع الأمم لهم قربان تقربون بها إلى الله عز وجل و ذلك لعظيم شأن هذه الشعيرة سيدك فتصالة الله حياته